أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذى من ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذا بالمن والأذاك الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِّن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذريّة ضعفا فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم